ننوه إلى هذا الخبر العاجل حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى مصر مشيداً بالدور الهام للجنة في تعزيز الاهتمام بالرياضة على المستوى الدولية ومشيراً إلى جهود مصر في تطوير وتحديث البنى التحتية الرياضية بكافة مرافقها على مستوى الجمهورية وتشييد مدينة مصر الإلعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى ما تم من رفع كفاءة المطارات الدولية والشبكة النقل والمواصلات وتطوير الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى ومحيطها من المدن المجاورة وذلك لتيسير التنقل ما بين تلك المنشآت مما يعظم من قدرات مصر في البنى الأساسية للرياضة لصالح المواطنين وكذلك لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب على أعلى مستوى تنظيمياً وإدارياً ولوجستياً من جانبه أعرب توماس باخ عن تشرفه بالقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيداً بالدور الأولوبي التاريخي لمصر كإحدى الدول الإفريقية والعربية الرائدة في مختلف الرياضات الجماعية والفردية وهو الأمر الذي يعد امتداداً للموقع المصري الريادي في المنطقة على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية إلى جانب تلك الرياضية كما أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن إعجابه الشديد بالبنية التحتية المجهزة التي صارت تمتلكها مصر على أعلى مستوى وهو منع كساف تنظيمها الرائع للعديد من الأحداث الرياضية العالمية مؤخراً خاصة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والتي نجحت مصر في تنظيمها رغم تحديات جائحة كورونا وهو الأمر الذي حظي بإشادة دولية واسعة وقد شهد اللقاء مناقشة آفاق التعاون بين الجانبين لاستضافة مصر لكبرى الأحداث الرياضية العالمية حيث أكد السيد الرئيس على استعداد مصر لتوفير شتى سبل الدعم في هذا الصدد في حين أشار رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى ثقته الكاملة في إمكانات وقدرات مصر للقيام بهذه المهمة موضحاً في هذا السياق أنه قام بزيارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة معتبراً إياها إحدى أهم وأبرز الصروح الرياضية متكاملة الأركان والخدمات في منطقة الشرق الأوسط وفق أعلى المواصفات العالمية خاصة ما تحتويه من استادات وملاعب وصلاة مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية إلى جانب المناطق الخدمية المختلفة والمنشآت الطبية والفندقية والمباني الإدارية وساحات الجمهور وهو ما يعزز من كفة مصر لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية ترجمة نانسي قنقر